أيها الإخوة لعل الله عز وجل حينما يغلق لك الأبواب كلها أراد أن تتجه إليه نحو الأعلى باب السماء مفتوح دائما ولا يغلق فإذا رأيت أن أبواب الأرض قد أغلقت فمعنى ذلك ينبغي أن تفهم على الله أغلقها في وجهك كي تتجه إليه وتصطلح معه وهذا ما يعانيه المسلمون اليوم قد تسأل مسلما بحسب ما يقرأ وما يسمع بحسب الواقع التحليلات نقول لك ليس هناك من أمل أبواب الفرج الأرضي أغلقت وكأن الله يريدنا أن نتجه إليه وأن نصطلح معه وإذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أنهنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله قد يكون باب الدراسة مغلقا لا تنجح تحمل مواد أكثر مما ينبغي تجد أن الامتحان شبه مستحيل أغلق لك أبواب الأرض وفتح لك باب السماء كي تعتمد عليه وكي تتوكل عليه وكي تلجأ إليه وأراد أن يسمع صوتك لذلك الإنسان كلما تذلل على أعتاب الله رفعه الله وكلما علق الأمل عليه فرج الله عنه وكلما أيقن أنه لا رازق إلا الله ولا موفق إلا الله ولا معطي إلا الله ولا يمكن أن يحقق شيء في الأرض إلا بتوفيق الله وما توفيقي إلا بالله المعنى الأول من اسم الفتاح أنه يفتح لك الأبواب المغلقة أنا أخاطب الشباب الآن شاب من أسرة متواضعة حظها من المال قليل لكن حظها من الاستقامة كثير شيء بين يديك غير موجود لا في وظيفة ولا في تجارة ولا في دخل وقد ترى المستقبل مظلما لكن يجب أن تعتقد أن الله لا ينسى من فضله أحد وأنك إذا اعتمدت عليه وعلقت الأمر إليه وفوضت الأمر إليه ورفعت يديك تدعوه فإنه يجعل من ضعفك قوة ومن حيرتك اهتداء ومن فقرك غنا ومن خوفك أمنا هو الفتاح يا فتاح يا كريم هكذا يقول النص التاجر يفتح دكانه ويقول يا فتاح أجبر عني هذه البضاعة الطالب يقول يا فتاح افتح لي ذهني في الامتحان الفامع يقول يا فتاح المسجون يقول يا فتاح افتح لي أبواب السجن اعفوا عني يا رب المريض باب الصحة أغلق في وجهه كلما سأل طبيبا يقول ما في أمل حال تقصح بجدا فإلى أن تغلق الأبواب كلها أمامه فقي باب السماء مفتوحا توجه إلى السماء أول معنى من معاني الفتاح أنه يفتح الأبواب المغلقة الأمور المعثرة الطرق المزدودة الحيل المخفقة يفتحها لذلك العوام لهم كلمات على بساطتها رائعة الذي عند الله ليس عند العبد أعرف رجولي عنده معمل وناجح جدا بهذا المعمل سمع من إنسان صاحب قرار في هذا الملد أن عام 83 هذا العام ينتهي فيه القطاع الخاصي كليا فصدق هذا الكلام وبع معمل ثم فتحت الأمور وسمح بالاستيراد المواد الأولية وراجت البضاعة رواجا عجيبا هو خطأه أنه صدق هذا الإنسان ولو أنه اعتقد أن الذي عند الله ليس عند أحد وأن الغيب لا يعلمه إلا الله وأن الله هو الفتاح العليم نزلت فلما استحكمت حلقاتها فورجت اشتدي أزمة تنفرجي والآن الأزمة في أشدها على المسلمين في العالم كله يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها كل من في الدنيا يتربص بنا فلذلك الفتاح هو الذي يفتح لعباده أبواب فضله أبواب رحمته أبواب التوفيق أبواب النصر أبواب الغنى قولوا يا فتاح يا عليم المعنى الثاني من اسم الفتاح ربنا افتح بيننا بالحق خصومات خلافات كل يدعي أنه على حق وكل يدعي أن تحليله صحيح وكل يدعي أن رؤيته صائبة وكلهم مختلفون لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفصل بينهم في الدنيا والآخرة الله هو الفيصل الذي يفصل الحق عن الباطل أيام خلاف زوجي مستحكم ربنا افتح بيننا خلاف بين شريكين مستحكم ربنا افتح بيننا خلاف بين حضارتين مستحكم ربنا افتح بيننا هم يتهموننا أننا إرهابيون وقتل وجهال ومتخلفون ونحن معنا وحي السماء معنا منهج الله معنا رحمة الله لكن هم يعتقدون خطأا أننا متخلفون ونحن نعلم علم اليقين أننا على حق المؤمنين طبعا فلذلك قل ربنا استح بيننا بالحق يعني أظهر دينك يا رب مرة نور الدين الشهيد أراد أن يواجه التتار وقد اكتسحوا العالم الإسلامي وتفننوا في إزلاله وفي تقتيل أبنائه برج الروس خمسين ألف راس صفت على شكل برج سجد وبكت السجود واسمحوا لي بهذه الكلمة في أثناء دعاءه قال يا رب من هو الكلب نور الدين حتى تنصره انصر دينك يا رب يعني الآن الهجم على إسلامنا إسلامنا يحاكم قرآننا يحاكم لا يريدون لهذا الدين أن تقوم له قائمة حرب عالمية ثالثة معلنة على الدين قال له يا رب من هو الكلب يصف نفسه نور الدين حتى تنصره انصر دينك يا رب لذلك الفتاح هو الذي يحكم بين عباده هو الذي يصل بينهم هو الذي يقول بفعله أنت على حق وأنت على باطل والمعنى الثالث باسم الفتاح هو الذي يفتح قلوب المؤمنين بمعرفته الآية الكريمة والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا ما الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إن سبحته وحمدته ووحدته وكبرته فقد عرفته وإن عرفته عرفت كل شيء وما فاتك شيء وما فقدت شيئا إذن المعنى الثالث للفتاح هو الذي يفتح لك أبواب معرفته وشرف المعلوم من شرف العلم وشرف العالم من شرف المعلوم أنت تتمنى أن تعرف الله إذن يفتح قلوب المؤمنين برحمته بمعرفته الآن في ضيق في قلق في كآبه ويفتح لك باب الأنس به وفي حجاب يفتح لك باب الإقبال عليه في تدمر يفتح لك باب الرضا تأنس به وتقبل عليه وترضى هو الفتاح أيها الإخوة المؤمن ما نصيبه من هذا الإسم يجب أن لا ييأس وأن لا يقنط وأن يعتقد أن الله عز وجل لا يتخلى عن عباده ولا يسلمهم إلى أعدائهم ونحن نرجو ربنا نرجو رحمته ونخشى عذابه الفتاح يفتح لنا باب القرب يفتح لنا باب الإقبال عليه يفتح لنا باب الأنس به يفتح لنا باب المودة معه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وده يعني ليس من عادتي أن أشير على إنسان كئيب لطبيب نفسي أقول له لا يجتمع إيمان حق وكآبة إيمان حق مع مرض نفسي لا يجتمع يكون مرض أساسه توكم طبعاً أما في أمراض نفسي أساسها خلل بالأعضاء هذا مرض تهني أما مرض نفسي أساسه كآبة من دون أسباب مادية هذا شفاؤه الإيمان فالمؤمن يجب أن يكون متفائلاً وأن يكون واثقاً هناك إنجازات عقب هذه الهجمة الشرسة على المسلمين لكن نحن الآن في دوامة القلق والحيرة ولكن هناك إنجازات ما كان لها أن تكون لولا الذي حدث لا تغلق الأبواب افتحها يسر الأمور أعطي كل ذي حق حقه طمئن الناس الذين حولك كن فتاحاً لما استغلق عندهم إذن إياك أن تيأس لأن الله هو الفتاح وإياك أن تغلق أبوابك على أحد أي اقترح